بك تاريخ الكحلاوي هل كل الاحتجاجات كذبة وتتخف وراءها لوبيات الهدف منها الابقاء على هذه اللوبيات كما قال الرئيس هو يعني الواحد معزمر بالسلطة ونتذكر مليح نقاش تم في احد الاجتماعات للترويكا وقت الاحتجاجات اللي صارت في جندوبا ووقتها قال احد الوزراء في الاجتماع يعني وزراء الرافعي المستوية اللي يتبع حركة النهضة قال بما معناه انفانس وبمعنى يستعمل عنف لانه هذا في النهاية مؤامرة ضد الحكومة وانه يقف وراءها اطراف محدة وتم تحديد طرف سياسي معين لذلك ونذكر نقاش اللي صار وقتها هو انه اذا كان دخلنا في المعضلة وفي المأزق نتع نحلوا كل احتجاجته واي مظاهر احتجاج اجتماعي لانه فما مؤامر عليك فانه تقريبا مش نيقعه في المأزق متاع بن علي انه عدم القدرة على انك تشوف اللي مشيه فما مشاكل حقيقية فما صراعات حقيقية اللي تستوجب منك انك تاخد ميسافة وتقول به انا وين مسئوليتي وين تقف مسئوليتي بشكل طرف سياسي يحكم وين تعود لاسباب الهيكلية القديمة ليلزمها وقت مش نعالجوها وين ينجب يكون حد يحبي بفوق هذي يحبي لخطر انه احتجاج اجتماعي يكون مجرد مؤامرة هذي وهم ما فميش احتجاجات اجتماعية هامة وعندها ثقل وتتشاف هي مجرد مؤامرة هذي كذبة عبر التاريخ ما تنجمش تترى المسائل بالطريقة هذية وقت اللي ترى المسائل بالطريقة هذية وقتها ستوسام في تأجيج الاحتجاج الاجتماعي كيفاش بقندك انت تسوب الزيت على النار تولي تمارس على اساسا انك ميكش قاعد تشوف فيه ناس قاعد تحتج لأسباب جدية وحقيقية تولي تشوف فيهم يعبدو عليك فيه مؤامرة وبالتالي يولي وعدو وبالتالي يتولي تستعمل العنف وقتها دخلنا فيه المأزق نسميه المأزق على ابن علي اللي دخلت فيه بعض الاطراف السياسية وبعض الحكومات وتستيرا الرئيس شرعيته السياسية الرئيسية كطرف شعبوي سيادي يحتج اساسا بالمسألة الدور الاجتماعي للدولة يعبر بما هو شعبي كلمة شعبوي كلمة شعبوي كلمة شعبوي وعلي كنتي وقتها يولي مشكل وقتها جزء مهم الشرعية السياسية متاع الرئيس تضرب اينا نعتبر خطاب البارح خطاب لا ينسجم مع التصورات العامة والمبادئ العامة يدفع عليها الرئيسان يظهور لي ديما يلزم تسبيق راه وفهم احتجاج اجتماعي وفهمه سبب موضوعي ممكن وجد يلزم التعامل معه باقي ممكن تخال الطرف هذيك ولا طرف هذيك مش انه مش يخلق الاحتجاج هو ربا بيزيت في الحدى متاعه فقط اما الاحتجاج الاجتماعي كي يبدى واضح ومتواتر مع التعرى وفهمه مشكلة وكي بدي مشروع عنده مطالب يجب انتعاملوا معه وانتي طرف موجود في الدولة نحاوه تشوفه ونقوله للناس هاوش نجمه نحله كمشكلة تاوه في الوقت النهر هوش نجمه نحله بعد شهرين بعد ستشهور بعد عام اتسترا ارجو ان لا يقع الرئيس في هذا المأزق المأزق اللي كل من يوجد في السلطة راهي جذاب ليه انه ما يحاولش يراه لي جزء من مسؤوليته في المشكلة يراه انه هو خطيوة الطرف ذاك مؤامره وفهمه عداء شوف فهمه يقولك بالعكس عكسي تحتبر كل الاحتجاجات متخفى وراها لوبيات شوف فهمه مشكلة رئيسية مع خطاب الرئيس منذ انتلاقته ولا مو حتى من قبل تسلم الرئيس للسلطة هي ديما خطاب الضمائر النسبة للمجهول هم يتخفون نعرفهم وكل وهذا خطابه تنسبه للمجهول تخليه على اطلقيته نجمه ننسبه للناس كله نجمه نفهمه منه الناس كله وتولي الناس كله تحس روحها معناية حتى لو كان رئيس يقصد ملف بعينها او شخص بعينه امامه تقرير امني امامه تقرير قالوا له مثال فما فلان ف الاحتجاج الفلاني وقد يكون صادق في هذي تقرير الامني فما شخص راه مستولي على ارض وراه مثال عمل الاحتجاج هذيه لي غاية انه يحافظ على وضعيته هذي كمتال استلاع على الارض ولا يحب يسكر بشي بتزرج العمل ولا غير ذلك وقتي تهز النموذج الامني اللي قدامك التقرير الامني وتحولوا الى خطاب سياسي مع نسبه للمجهول تنسبه للمجهول يتحول نشكل تحس روحها معناية يولي اللي في العكسي موجود تولي الناس الكل تواصل في الاحتجاج وقد تتمترس في الوضعية متى واحد وقد تعطل التفاوض وقد متى تفهمش مع العلم انه الرئيس وانا كاجهزة سياك فاشو تلقي الخطاب هذي بعد ما يسمى الخطاب هذي وقد وعندي احتجاج شنو انا اعمل مذانا الضابط يتولي الخطاب السياسي اذاك يترجم الاجهزة معناها كان هي بش بش تتواصل او تشحن من خلال او تعتبر انه ذلك الخطاب واحد بش ترجمه قمعيا معناها على المستوى الواقي او على قلبي طريقة سيئة على المستوى الواقي او بالطريقة في الادنى الغير ناجعة المشكل الثاني انه الرئيس في خطابه معناها ما فرقش بين الامني وبين الاجتماع السياسي ساعات كي تجيك التقرير الامني وانت مسؤول سياسي تاخذوا ان كونسيدراسون ام مش بضرورة تبني عليها الموقف السياسي الخاطر دور الامني انه ينبهك من المخاطر اما دورك انت انك تعمل قراءة السياسية الشاملة ادخل فيها صحيح المواطن الامني اما تاخذ بعين الاعتبار بقية المواضيع خاطر ملفات الاجتماعية هذه في العشر سنوات كان معناها فما ناس جاءت بمقربات امنية كما كان يحكي طارق في سليانة وفي غير سليانة وفي البليس الكل وكانت تحب تهز البلادي لحالة تصادم وعسكرة وورينا الناس عبت الجيش في الحوض المنجمي هوا اعمل كذا هوا ضربهم بالرش هوا اعمل لهم اه وورينا النتائج الحراك الاجتماعي ما بطلش والناس هذيك بطلي ندمت اول يوم على الاقل تحاكم نتيجة اعملية قمع من ذلك النوع الخطاب السياسي لازم يكون في الجانب هذي يراعي الوضع الاجتماعي ويراعي تحمل السياسي للمسئولية تحمل الماسك بالسلطة للمسئولية والحاجة الاخيرة سيد الرئيس روى اختار عدد من ملويتهم هم ابناء الحراك الاجتماعي اخي والي سيد ابو زيد من ينجا والي بنزرد من ينجا والي قفص هم ابناء الحراك الاجتماعي هذوك هما اللي كانوا موجودين ويأمنوا في قيادة الحراك الاجتماعي في جهاتهم في محلياتهم في بلايسهم وفي قطاعاتهم اليوم انت كتجي تهزهم من خزان ذلك الحراك هما اليوم انت معناها تنسب نفسك ومشروعك الجزء منه حتى في خطابك قال تارخي خطاب شعبوي ايه جزء من ذلك الخطاب السيادي الشعبي الشعبوي غير هذي تنسبوا له شنهو تنسبوا لمن هم في القاع هذوما يعن للحراك اللي موجود في مستوى صفلي في محلي كذا نرجع الحمال الحظائر هم اشتركوا هم توانا خاطرهم ومتعرف مثال ينجا مزيدوا يخلينا نمشيوا اكثر في التحليل مع خليفة وسرحان نرجع لكم ترجماتي اشتركوا في القناة